بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى آمنا بالله صدق الله العلي العظيم أسأل الله سبحانه وتعالى في ختام هذا الشهر الفضيل أن يتقبل منا جميعا الصلاة والصيام والقيام وأن لا يجعله آخر العهد منه وأن يبارك لكم هذا العيد السعيد ويسعد فيه وفيما بعده حياتكم وأن يقضي حوائجكم للدنيا والآخرة ملاحظة في هذه الآية المباركة المتعلقة بزكاة الفطرة وصلاة العيد هذا موردها ولكن لها معنى يتجاوز بها هذا المورد قد أفلح من تزكى يعني دفع زكاة الفطرة من دفع زكاة الفطرة المعروفة بزكاة الخلقة الآية المباركة تقول الأفلحة ونجحة عند الله سبحانه وتعالى والفلاح هنا يشمل الدنيا والآخرة مع أن زكاة الفطرة شيء بسيط جدا ولا يؤثر على المخزون الاقتصادي عند الإنسان لأنه صاع من الطعام ثلاث كيلوات من الرزم مثلا يعادل عشرين ريالا مثلا أو أقل أو أكثر ولكن في هذا العمل البسيط فلاح ثانيا وذكر اسم ربه فصلى يعني أولا يتطهر يتزكى ثم يقبل على الصلاة على مناجات الله عز وجل حتى تكون الصلاة مؤدية لأهدافها هذا يعطينا معنى عاما المعنى الخاص في يوم العيد تتطهر ثم تقبل على الصلاة ولهذا ينبغي دفع زكاة الفطرة قبل الاتيان بالصلاة معنى ذلك المعنى العام أن الإنسان في كل حين إذا أراد أن يقبل على الله عز وجل في صلاة في طواف في أي عمل في مناجات ينبغي أن يتطهر اجتماعيا لاحظوا هنا دفع المال فيه أثر اجتماعي قد أفلح من تزكى يعني نظر إلى حوائج الناس إلى نقاط الضعف عند الناس التطهر ليس فقط بالاغتسال أو بالتوضع وإنما بالنظر إلى احتياجات الناس فإذا أردت أن تقبل على الله سبحانه وتعالى في البداية انظر إلى حوائج الناس ولهذا جاء في الروايات حوائج الناس إليكم نعم الله عليكم قضاء حوائج الناس هي أبواب مشرعة للدخول إلى الله سبحانه وتعالى فإذا حوائج الناس قضاؤها تطهر وذلك طريق للوصول إلى الله عز وجل مبارك عليكم هذه الأيام السعيدة وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ترجمة نانسي قنقر